نحن بحضراتكم من جديد نروح لأخبارنا المحلية وزي ما قلنا دايماً كرة اليد معانا في البداية دايماً أبداً طبعاً عشان الحدث الكبير اللي في شهر يناير إن شاء الله كأسة العالم للمنتخبات منتخب اليد الحقيقة كان دخل معسكر أو حيام كان حيام المعسكر 45 يوم الحقيقة دخلوا الفترة الأولى من المعسكر وخدوا أجازة ورجعوا تاني للفترة التانية سفروا النهاردة الغرداء عشان يكملوا المعسكر بتاعهم والحقيقة اللي هيقعد من 9 سبتمبر إلى 23 سبتمبر اللي جاي طبعاً المدير الفني الأسباني روبرتو جارسيا الحقيقة إدى للفرقة أجازة يوم أو اتنين طبعاً دي صور من الأداد البدني الفريق في الغرداء والحقيقة زي ما أنتم شايفين التركيز كان أكتر على اللياقة البدنية الليعبة كرة اليد دي لعبة عنيفة ولعبة محتاجة لياقة بدنية بشكل يعني مكسف فالحقيقة المدير الفني في فترة الفاتح يتهتم أكتر بأحمال الحديد واللياقة البدنية عشان يقدر يبقى ند قوي للفرقة اللي جاية خاصة أن احنا مجموعاتنا فيها السويد فيها تشيك وفريق جاي من أمريكا الجنوبية وزي ما شفنا مع كابتن طريق محروس لو الفريق ده ما تأهلش أو البطولة ما تعملتش هجلنا فريق من أوروبا غالباً إذن مجموعاتنا أقدم السهلة فلازم نبقى جهزين فنياً وبدنياً لهذه البطولة المدير الفني محظوظ عنده لعبة من منتخب الشباب طلعين سبع لعبين انضموا بعد كأس العالم لعبة واخد الخبرة الدولية أوريدي مع لعبة الخبرة اللي موجودين أوريدي فالحقيقة المنتخب يعني إن شاء الله مبشر بالخير خلينا نروح كمان